أشغال تاية العمرانية انطلقت في وقت سابق في هذا الشطر من حي المرحلة الرابعة بالسوقل في ولاية تيالت لكن ببرنامج يستثني شارعين من الحي وراح بادي المقاول هنا وقابض هنا قاعدنا واحد المئتين ميترة بايبدا نهدو سوسترق كي رحنا المقاول قالوا رحوا للمير كي رحنا للمير قالوا ما استقمنش منقول الكارتي تا فقارة هذا قالنا حقروه الكارتين يمطرون شرحوا المجيهة خدموها وهذه خلوها إصرار السكان على برمجة كل الحي باء بالفشل فالسلطات لم تسمع نداءاتهم برنارسائل بالبصامة تعكول تعال السكان الحي بسهل ما تلاقي نحتارض من سيد الرئيس البلدية احنا ننشد سيد والي بايدير لنا حل في أقرب الآجال إكمال والاشغال في الحي ككل حسب السكان سيساهم في تخليصهم من العديد من المشاكل هذا الطريق ره معبادة من ومن ومن ثم احنا قاعدوا دوزاكس بلا بلا تعبيد طريق ثم هذي مشكلة اختخى اي فايضانات احنا اللي احنا المهددين رقم واحد في السوقر الرقارات ملسل حطريك ملسل كل يولي عدك مريض ما عدك شيء يديفن لي وتولي انه وشتا رئيس بلدية سوقر يؤكد ان هناك سعي الى ايجاد حل والاستجابة لمطالب السكان بان الاشغال غادي يتمش غالبية الحي اذا يعني بقات بعض الشوارع الثانوية اللي رهما رافضين همها ان هذه ما كملتش فيها الاشغال طبعا هم بلي ان شاء الله غادي نتكفلوا بها وهذا يعني بعد ما انتهي من المشروع اللي رهما راهما لاحظوه في عين المكان الوصول الى حل توفيقي بين رغبة السكان وخطط التنمية في البلدية ضروري لتهدئة الخواطر